طبعاً أولاً لأن المرأة هي أدرة بمصلحة زوجها وبمصلحة عائلتها وبمصلحة أسرة فالمرأة يرى أن تفكر بأمور ثانية ممكن الرجل لا يفكر بها فأبسط شيء يمكن أن يسأل الرجل بأن يسمع كلامها ويحدد مصيرها ومصير عمله هذا كريسيانو أي حتى ولو يعني ممار يسمع كلام زوجته هنا بس أنا لا يريد أن يشاور شركته ويسألها بالأمور التي يسألها بس هذا عقد عدة رسمية ويحضر لدولة أخرى حتى يمثلون البلد بعدين إحنا عدنا جماعتنا باعة وتكتاتي هواية هنا والجماعة أكو خطيئة اشترى وهو بأرقام كل شيء كبير يعني المتابعين اللي يحبون يحضرون المباراة أنا ذو أنا انقهرت عليهم شوف انقهرت عليهم بس بنفس الوقت أنا خلي تفاصيل وعذار بأنه وصلاً جت متوقعة بأنه ما يجي بصراحة أقول لشي ليش؟ عندي توقع أنه لا مرح يجي رونالدو ملاح يجي للعراق فأني عتبي على اللي راح أشترى والتذاكر بمبالغ عالية يعني يمكن أكو بيهم خطيئة قهرت علي طفل صغير بشاندي يقول والله أنا اليوم الصبح اشتريتها بخمسين الف التذكرة ليش دايحتي بخمسين الف التذكرة الوحدة وتالي ما يجي فهنا نخي بعدهم صارت أكو قال أخذوها بمئتين الف ويردوني بيعوها بخمسة وعشرين الف وما حد يشتريها سعرها آخر شي عشرة الاف يعني اللي اشترى تذكرة بخمسين الف و بخمسة وعشرين الف و بمئتين الف يقدر يبيعها بعشرة الاف بس أنا شوف خلاص هو اشتراها أروح أشوف اللعبات والناس وأشوف الأجواء وأكوه يعني اللعبة راح تكون حلوة ليش أنا حتى ما أروح على المشخص شوفي زينة مع الأسف أكو فد مفهوم وفد نظرة ما أخذيها اللي بالخارج عن العراق دائما يقولون أنه البلد خطر والوضع بي ما مستقر وهذا أنا بصراحة يزعجني الموضوع واللي يروج لهذا الموضوع المختربين العراقيين اللي يقعدون هناك دائما ينتقدون وضع البلد وأنه البلد ما مستقر ومو زين مع الأسف أنا عتبي عليهم كل شي كبير لأن بلدنا من أجمل ما يكون والحمد لله فيه تطور أوكي إحنا مرينا بفترة كل شي صعبة بس هسا البلد أنا شوفه دا يزدهر في صراحة صحيح بس المختربين طلعوا فترة سيئة جدا طلعوا بوضع أمني صعب جدا يعني حتى لا نمكر الموضوع واللي يسمعنا لا يزعل من عندنا طلعوا فترة صعبة فهم هذا الانطباع اللي يأخذوا ويمكن وراها ما رجعوا وشافوا البلد وبعدنا بالوقت الحالي بعض الأماكن وبعض المناطق هي مو مؤاملة هي غير صالحة لاستقبال الضيوف يعني حتى نحشيها بكل شفافية وبكل صراحة بعض المناطق هي يعني ما بيها أشياء متوفرة كافية ما بيها مستشفيات كافية خدمات خدمات قليلة جدا فهذه المناطق مو صح نستقبل بيها ضيوف يكونوا نواجه بس عدنا همين مناطق وعدنا محافظات هي متكاملة ونقدر نستقبل بيها ضيوف ونشوفهم أجمل ما يكون عن العراق صحيح بس هماتين أكو بلدان هماتين تعاني من نفس الشي ويخضرون ويسووا لهم أحلى دعوات وأحلى إفنتات يرتبون ليش إحنا بلدنا ما نسعى بأن ننطورها ونفرح بالناس اللي يجونا اللي ممكن إحنا نراوهم حضارتنا ترى إحنا بلدنا كلش عريق حضارتها كلش كبيرة مع الأسف لازم إحنا نحاول بأنه روج للبلد بصورة حلوة أما بالنسبة تحكم الزوجة بالرجل أكو بعض الرجال يقدر هذه زوجته ويقدر رأيها وبالنسبة إلى رأيها كلش مهم لأنه بالخارج يقول لك happy wife happy life فمعناته هو يريد يسعد نفسه ويسعد بيته إذا زوجته مراضية وقلت لها أنا ما رأيك ترضى لأن أخاف عليك هنا أكيد راح يفرح لأنه هي مثلا خايفة عليك وهي ترى صير هواي بالعوائل يعني حتى عوائلنا العراقية أكو بعض الرجال يسمع كلام زوجته إذا هي خايفة عليها فهذا موضوع معين ما بيه شيء وشوفي بعض الرجال يكون مؤمن بقدرات وطريقة تفكير زوجته صحيح دائما يسألها ويشاورها أول الناس ويقول لها شنو الصح وشنو الغلط لأنه دائما هي هاي الفكرة اللي بدها إيرى موجود ما يشوف شنو إيجابيات سلبيات الموقف اللي خارج المجال وخارج العمل اللي هي الزوجة رح تشوف شنو الشي الصح وشنو الشي الموصح فهي تنصحة بس تبقى على الرجال يعني يسمع كلام زوجته أو يسمع رأيه بس إحنا رونالدو تعودنا عليه بأنه ما يسمع كلام نفسه أبدا يحاول يسمع يعني كلام والدته لا كلام والدته يسمعه والدته بالأسف خلتها البر بموقف كل شيء ما حلول لأنه ذكرت أنه ابنها ما متعرض الوعكة صحية حسب اللي ينشروا مواقع التواصل الاجتماعي مع العلم أنه هم ما ذكروا والنادي أنه هو تعرض الوعكة صحية فهنا ما نعرف صحة الموضوع من يناخل نحن نطلع عدت بوجه محلو بصراحة بأنه أو هو كاذب أو النادي عنده فتشي معين تجاه البلد اللي رايحي له وبوقت سابق يعني أسا ذكر للمعد بأنه هي أمها خلتها يترك حبيبتها السابقة ها أنا ذكرت لتياها ترك إيرينا وهمين هسا سمع كلام زوجته فهو ليش رافض يسمع كلام نفسه يعني ليش رافض يحدد مصيره يعني دائما نحن نحب نشاور بس أكو بعض الأمور المصيرية اللي هي تخص حياتنا احنا لازم نسمع صوتنا وأفكارنا وحدها بدون ما يأثر علينا ليس حكم زينة أن أمه وقفت له هواية لكريستيانا وكانت يعني داعمتها دائما وهي اللي ساعدتها بتربية ابنه يعني شمت كل أم إلها مكانة مختلفة أنا معا أنه لازم الولد يراوي أنه هو مثلا يسمع كلام الوالدة بس بالمعقول صح أكو أشياء معقولة بحكم خبرة الوالدة نسمع إلها بس مو كل شيء ومو مش حياتي كله على والله اللي أم دا تقولي الهي كيد وفرق جيل وفرق فكر وفرق يعني مجال وفرق حياة فرق تربية كل هذه فوارق وخصوصا بالخارج يعني إحنا حاليا يمكن الأم هي تورث بعض الصفات وبعض التربية لابنها فهو مجبر على أنه يسمع كلامها لأنه هي أدرة ممكن تكون بس بالخارج الأم مو دائما هي اللي تربي يعني الولد هو يربي نفسها والبنت هي تربي نفسها فمو ضروري أنه يسمع كلامها لأنه ممكن ما تكون عن تجربة وعن خبرة ولا تكون عدها معارفة بالموضوع أكيد طبعا